الشيء اللي احنا لازم نقوله برضه عشان في نهاية اخبارنا نحن قلنا الاخبار الامريكية اللي هي يعني مسندة الاسرائيل لكن كمان لابد من اشارة الى ايجابية الى ما يحدث في اسبانيا اسبانيا بلد في الحقيقة منذ بداية الازمة تقريبا ورئيس وزرائها وشعبها ومؤسستها بتدعم الحق الحق ده مش معناه انهم اصدقاء لفلسطين مش بتكلم على صدقات تكلم على دعم القانون الدولي والانساني وزير خارجية الاسباني خسين مانويل الباريس اعلن النهاردة الجمعة انه بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل اسلحة الاسبانية بالرسوف في مانئة وذلك بعدما رفضت اسبانيا السمح لسفينة بالرسوف في بناء قرطجنة بجنوب شرق البلاد طبعا اسبانيا فيها في مضيق جبل طارق اللي هو بادخل البحر المتوسط من ناحية الغرب اشار وزير خارجية الاسبانية كانت اول سفينة تمنع من الرسوف في ميناء اسباني مشيرا الى ان ذلك يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح ترخيص لتصدير اسلحة الاسرائيل منذ السابع من اكتوبر لان اسبانيا لا تريد المساهمة في الحرب موقف محترم استحق الاشادة من اجل السلام الدولي من اجل الحق قانون الدولي في ان يطبق وزير النقل الاسباني اعلن السفينة اسمها ماريان دانيكا كانت بتحمل شحنة اسلحة الى اسرائيل وطلبت الازن بالتوقف في ميناء قرط جنة يوم واحد في من اسبوع وان اسبانيا رفضت ذلك وقالت السفينة كانت بتحمل قال صحيفة اسبانيا البايس قالت السفينة كان عليها 27 طن مواد متفجرة 27 طن رهين يقتله ويدمره غزة اللي قدامكم واسبانيا قالت لا مش هترسوا عندنا قايزة تكمل في يعني مصارها في البحر تتوكل على الله لكن ما عندناش واقفة الموسل الاعلى كمان للشؤون الخارجية للتحاد الاوروبي جوزيب بوريل كان اعلم في حديث اذاعي الازعها اسبانية ان اسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في واحد وعشرين مايو الحالي يوم وعشرين مايو الحالي وده نقلا عن وزير خارجية اسبانيا مفوض اه اه مفوض الاعلى الموسل الاعلى وجميع وزير خارجية اوروبا يعني ان نقلا عن وزير خارجية اسبانيا ان اسبانيا تعلن اطرافها بدولة فلسطين واحد واشرين اللي احنا في afterwards يعني احنا هدى 17 يعني والزبط اربعة ايام والمسؤول الاوروبي نفسه بوريل قال انه في دول الاوروبية زي ملطا وايرلندا سلوفينيا حتعترف ايضا بدولة فلسطينة في طريقها الى هذا وانهم يعني بياخدوا خطوات جدة دي اخبار يعني اكثر تفاؤلا من ما اقرأناه منذ البداية احنا بنترك حضراتكم الان مع فاصل قصير ونرجع نكمل فقاراتنا لهذا اليوم لكم